هي تتشكل أو تتكون من كثير من الصعوبات خلينا نقول من بداية من صعوبات تعلم اللي هي بتتمركز بصعوبات كيف ذكر التقرير هي على أساس عصبة، تطورة اللي هي بتتركز في المجال التعليمي اللي هو العسر الكراء، العسر الكتابة، العسر في الحساب فإحنا بنحكي عن صعوبات مختلفة اللي ممكن ترافقها عدد من الصعوبات مثل صعوبات في الانتباه والتركيز صعوبات في الانتباه لحاله مع الصعوبات في الحركة الزائدة يعني إحنا بنحكي عن مجال كبير في الصعوبات غير إنه إحنا بنحكي عن صعوبات مرافقة للعسر التعليم يعني ممكن أنا بشغلي كمشخصة تربوية أشخص طالب اللي هو ممكن عنده عسر قراءة بدون لا يكون عنده لا إفراد في الحركة ولا صعوبات في التركيز ولا عنده صعوبات في الذاكرة ولا إحنا بنحكي عن صعوبات اللي هي خاصة مثلا في القراءة ولكن ممكن أشخص طالب آخر اللي هو عنده صعوبات في القراءة أو صعوبات في الحساب أو صعوبات في الكتابة ولكن عنده فرط حركة عنده صعوبات في الإصغاء والتركيز عنده حركة زائدة فإحنا بنحكي عن صعوبات مختلفة اللي هي ممكن تكون مرافقة لإلها صعوبات بالإضافة لأنه أنا بدأ أقول مهم يعني معلومة مهمة بالنسبة للصعوبات صعوبات التعلم هي كي يقولوها قوس من الصعوبات هذا القوس ممكن يكون بيبدأ من صعب جدا أو بيبدأ من سهل جدا لصعب جدا وهذا بتعلق برح نحكي عن البيئة الداعمة بتعلق كيف الإنسان بتعامل مع صعوبة طالبات ولكن نحكي عن إحنا فجوة بين الكدرات الذهنية طبعة الإنسان أو الطالب وبين أداءه أداءه وترجمتها على الأرض الواقع من ناحية تعليمية هاي الفجوة هي اللي بتحدد كديش مدى الصعوبة عند اللي بعاني من العسر التعلمة يسرى كيف بيبدأ؟